اشتركوا في القناة 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 وإياكم ثم إياكم أن تجلدوا هؤلاء أبدا مهما حصل عارفين أنه فيه نوع من أنواع الخضوع عارفين أنه فيه خوف عارفين أنه فيه سكوت عارفين أنه فيه حاجات أكبر بكثير الناس لم تنطفط عليها لكن صدقوني هذه القضية بالذات الناس عندهم تمسك بها بشكل كبير جدا اسمعوا بقية كلامي ودايما عندنا لما نستنزل في الشارع أو تعمل مظاهرات يتهمون لهذا هؤلاء عملاء لإسرائيل والأمريكا رغم أن الحكومة نفسها أكبر عميلة لإسرائيل والأمريكان لكن في الوجدان العام في الشارع في مصر كان هذا الأمر واضح جدا والواحد يقول هذا الكلام وهو آمن على نفسه في الشارع الآن الأمر اختلف ممنوع ممنوع تماما في الإمارات وفي البحرين أنك ترفض تعتقل يا رجل ما عندك إلا أنك تطبل تعمل أغاني وتعمل مسلسلات وتعمل كل شيء الأردن الأردن هذه من الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني شوفوا الشعب الأردن من أكثر الشعوب الداعمة للقضية الفلسطيني العلمانيين في الأردن داعمين للمسلمين في القدس نعم لها أسباب معينة العلمانيين والليبراليين والإسلاميين والعامة كل الناس رغم أن البلد عاملة هذه الاتفاقيات ما شفنا هذا اللي بيحصل هذا الفهم الخاطئ إلا في هذه البلاد كأنه يجر جر الناس قصرا للموافقة على هذا الشيء والإقرار به التطبيع ليس معناه أنك تجيب طفلين وتحطهم وتحط عليهم العالم وترسخ هذه العقيدة في نفوس الأطفال أبدا ليس هذا تطبيعا وإن كنت ناسي هذه الأشياء أهو هذا باختصار شديد ما أردت أن أقول هو أن الشعوب ما زالت حية محمد رمضان كتب من ساعة أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وإني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير ثانيا المكان مطعم مش حفلة خاصة وأشتغل أغاني عربي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت تسيب صحابي واجري أعيط في الأسانسير أنا في دولة عربية والموقف الجديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكرا نقابة المهن التمثيلية شكرا شركة الإنتاج على إلغاء مسلسلي في رمضان القادم شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي الله شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي هذه من أقوى الكلمات اللي حبيت أقولها للناس تخيلوا هذا الرجل نحن عارفين الشرائح اللي بتتابع محمد رمضان أنا شخصيا لا أتابع هذا الشخص الحمد لله رب العالمين ولا أريد أن أنشر حتى أخبار عنه وحتى لما حصلت صور أنا لم أنشر الصورة ولم أعلق عليها نهائيا لكن عاز أوريكم مدى أن ناس رغم كل هذا التجريف الكبير الناس ما زالت تؤمن بأن القدس للمسلمين وأن هذه البلاد محتلة وأن هذا الذي يذهب إلى مثلا دبي أو إسرائيل ويطبع هذا خائن رغم أن نحن عارفين أن الحكومة نفسها مطبعة والحكومة بينها وبينهم يعني علاقات قوية جدا لكن أنك تطلع هكذا شوفوا يعني طبعا هو لابس لبس الجيش ويبدو أنه بيستعطف الناس وبيحاول يقول لهم يا جماعة أنا غلطت وكذا ولم يعتذر بالمناسبة لم يعتذر في هذا كله كل الكلام ده ما فيش فيه اعتذار كل الكلام ده لا يوجد فيه اعتذار لكن الحمد لله رب العالمين المعنى الذي أردت أن أؤكد عليه الدرس المستفاد من هذه الأحداث أن الشعوب ليس لها علاقة بأفكار الحكومات وأنه مهما حصل من الحكومات طبعا في ناس مؤيدة للحكومات بالمناسبة لا أقول لا أنفي وجود هذه الشريحة لكن أقول هناك قضايا جوهرية زي قضية فلسطين وقضايا أخرى كثيرة الناس عندها تنتفض قضية النبي صلى الله عليه وسلم الناس انتفضت والله أنا شفت ناس أنا لا أستطيع أنا لا أريد أن أصف شكل هؤلاء أو كذا شفت ناس انتفضت لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا ناس ليس لهم ناقة ولا جمل امرأة مثلا لا ترتدي الحجاب وتلبس ملابس لحد الركبة للأسف يعني أسأل الله أن يهديها ولكن انتفضت لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى أنها أيضا تنتفض وتنصر النبي صلى الله عليه وسلم بارتداء الحجاب وطاعة الله سبحانه وتعالى لكن شوفوا شوفوا أريد بس أعطيكم أمثلة أحلام المغنية أحلام الإماراتية أو اللي هي متزوجة مش عارف إماراتية ولا قطرية هذه نشرت كلام أقوى بكثير من هيئة كبار العلماء السعودية تخيلوا يعني كلام أحلام أقوى من الأزهر وأقوى من هيئة كبار العلماء كتبت كلام إنا كفيناك المستازئين وسترى يا ماكرون يا الله كلام خطير جدا وهذه مغنية يعني شغلتها الغناء فنعزل لكم فيه قضايا كده ما فيش فيها فصال ولا فيها كلام ومنها هذه القضية قضية احتلال أرض فلسطين آخر جزء أنا حبيت أشغاله لكم من أيضا الفيديو السابق وهنا يعني سأنهي هذا اللقاء هذا الجزء أيضا إخوان الكرام اسمعوه وشوفوا أنا قلت إيه لما كنا بنهاجم تطبيع الإمارات الناس كانوا يقولون لنا طيب ما في دول كتير متبعة مع إسرائيل ليه ما بتهجموش هذه الدول اسمعوا ردي كان إيه فأخطار هذا الأمر على العرب وعلى المسلمين حول العالم كبيرة جدا لذلك الهجوم الشديد على هذه المسألة أكبر بكثير من أي تطبيع سابق أو أي معاهدات سابقة ودائما يجي لك يقول لك طيب ما انت قطر لها علاقات ولا تركيا لها علاقات ولا مصر لا علاقات ولا الأردن لا علاقات إشمعنا قطر إشمعنا الإمارات والبحرين لأنه اللي بيحصل بين الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني أكبر بكثير من مسألة التطبيع هي مسألة تغييب تام للوعي ومحول الهوية الإسلامية ومحاولة فرض هذا التطبيع على الشعوب اللي حصل في الدول السابقة اللي تكلمنا عنها وهذا التطبيع كله مرفوض ولكن أنه مسموح الناس ترفض هذا التطبيع والحكومات ليست بهذه المولاء التامة كما يحدث وإن كان التطبيع في حد ذاته هذا التعاون معهم هو مولاء لكن اللي بيحصل الآن مولاء تامة أكثر منهم يا رجل الملكيين أكثر من الملك اللي بيحصل الآن أنت تشوف عندنا في مصر هذا الكلام مش مسموح به حتى لو حصل بيحصل من فرض ولا اتنين لو حصل يعني في الأردن في قطر الشعب هناك يستطيع أن يرفض وهذا موجود على تويتر 24 ساعة نشوف على تويتر أكثر الناس تغريدا ضد هذه المعاهدات وضد هذا الموضوع وأكثر ناس دعما لأخواننا في غزة هم الأخوة في قطر أنا أتكلم هنا عن الشعب عن الجمهور الكيان العام للبلد طيب حبيب بس أوضح هذه المسألة أنه إحنا لما كنا بنهاجم تطبيع الإمارات والبحرين الأخير إحنا كنا بنقول يا جماعة أنه الإشكالية الكبرى هي فرض هذا التطبيع على الشعوب ومحاولة تزوير استطلاعات الرأي يفكرين أنتم الاستطلاع اللي نشرته سكاي نيوز أنه كل الشعوب العربية تقريبا نسبة عالية منهم يؤيدون التطبيع هذا الكذب الهراء هذا الكلام يرد على هذه الاستطلاعات يعني محمد رمضان هذا أبرز مثال تخيلوا جمهور محمد رمضان الناس اللي هم بيحبوا الأفلام والتسالي والأغاني والرأس والكلام ده كله هم أول من هاجموا محمد رمضان وأجبروه على التراجع والتنازل ويمسح تعليقات ويحط تعليقات وينزل مبررات تخيلوا بقى بقية الجمهور الآخر اللي ما بيتبعش محمد رمضان الشعوب فقط مغيبة أنا أتكلم هنا عن مصر والأردن والبحرين والإمارات والسعودية وقطر وكل الدول العربية والإسلامية فيها ناس لو فعلا وجدوا فرصة لإخراج ما عندهم والله ستروا منهم كل خير لكن أنت الآن في السعودية مثلا يصدرون في الإعلام نخبة لبرالية هي ليست نخبة هي نكبة لبرالية كأنها تمثل الشعب وتسيء إلى الشعب وتسيء إلى الإسلام فيعتقد بعض الناس أن هؤلاء يمثلون الشعب وهم لا يمثلون الشعب الشعب الأغلبية هي صامتة لا تستطيع الكلام أتحدث هنا عن واقع الإعلام هذا العربية والإم بي سي هذا لا يمثل أهلنا في السعودية أو في بلاد الحرمين أبدا أبدا الغالبية هناك ليس هكذا ليسوا بهذا السوء يصدر لك إنشاء ملاعب للنساء أو كرة قدم نسائية مش كل بنات الحرمين سيفعلنا ذلك يجيب لك إمرأة عارية نعم هم عاوزين يفرضوا هذا على الشعب لكن الغالبية ترفض هذا كذلك في مصر السيسي مطبع وتعاون مع نيتنياهو وقابل نيتنياهو ولكن لا يقبل أحد أبدا أن هذا الأمر يكون شعبيا على المستوى الشعبي محمد رمضان شئنا أو أبينا هو شخصية مشهورة لها شعبية عند قطاع كبير من الشعب المصري للأسف الشديد وأقول هذا وهو لم يحصد هذه الإعجابات وهذا الجمهور الكبير إلا بسبب أنه الناس جعلوا هؤلاء التفهين مشاهير للأسف وهذا يعيد أيضا أن الناس تعيد التفكير والحسابات لماذا نجعل هذا الشخص مشهور وهو ينشر البلطجة ويعلم الأطفال الأمور السيئة ويعلم الشباب يجب التفكير في هذا الأمر لكن الحمد لله رب العالمين هذا الكلام فيه فائدة واحدة إن الشعوب ما زالت حية والحمد لله رب العالمين على ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المجاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة شكرا لكم على المجاهدة شكرا لكم على المجاهدة شكرا لكم على المجاهدة